خيمت تعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على الدرب العاصمي الواحد والتسعين بين مولودية الجزائر والاتحاد العاصمة في المباراة التي احتضنها ملعب خمسة جفيليا المولودية تقدمت في المباراة على مرتين عبر عبد الحفيظ في الدقيقة السابعة والعشرين والرابعة من الوقت الإضافي للشوت الأول لكنها لم تحافظ على التقدم بعد أن عاد أبناء سوستارة بهدفين من زواري في الدقيقة التاسعة والأربعين وبالقاسم من ركلة جزاف الدقيقة الثالثة والسبعين تحصل عليها نعيجي يتقدم الاتحاد خامسا بخمسين نقطة وتتخلف المولودية إلى المركز السادس بتسعين وأربعين نقطة